يحتضن قالب الثلج حتى يكمل نهاره دون أن يغمى عليه من شدة الحرارة ارتفاع حاد بدرجات الحرارة أثرت بشكل واضح على حيوية العاصمة بغداد وعلى حركتها التجارية يوم الجمعة شوارع العاصمة تكاد تكون خالية بعد وصول درجات الحرارة إلى نصف درجة الغليان ويشكل البغداديون على غياب التجيير والمساحة الخضراء التي تكاد تكون شبهة منعدمة اليوم نحن بسناك باب الشرجي ماكو حركة ذي شح حركة اللي كل جمعة نشوف مثلا الأيام اللي راحت بالأيام المعتدل الجو مالتا كان كل شيء طبيعي وجو وتجي اللي هنا حتى تتغير جو انتهي عمسة هنا ماكو بحارة دمارس ندور عالفة حتى نوقف به تجيير ماكو بالبغداد عامية حتى تطلع بقية المحافظات يعني يتغير الجو يعني مثلا أستطيع روح مثلا على طريق الشمال على ديالة ما ديالة الجو قبل يتغير عندي على كربل ماكو تجيير أما بغداد استصارت عبارة عن عماير شقق سكنية وهذه كلها خنقتها البغداد لا مفره من حر الصيف اللهب حتى داخل المنازل أو المحال التجارية فما يخفف عن المواطن في هكذا أجواء هي مكيفات الهواء التي نسي العديد طريقة تشغيلها بسبب انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة أنت يعني المفروض من ترجع للبيت بعد ما طلعت للشغل وواجهت كل هذه درجة الحرارة العالية المفروض ترجع للبيت تلقي كهرباء يعني سبلة مشتغل على الأقل العائلة اللي ما عندها كلش يعني على الأقل مبردة زين إذا أنت ترجع للبيت وتلقي الكهرباء طافية زين شون بهاي الحالة بكل دول العالم موجود يعني بالفترة ما درجة الحرارة أو بالفترة ما للصيف بالفترة ما للصيف يعني الحكومة راح توفر كهرباء أنه مستمرة على مود شنو على مود شوية تخفف على المواطن بس بالعراق بالعراق من يجي الصيف خلاص بعد ارتفع الدرجات الحرارة الكهرباء طفت يعني تطلع بالشارع الدنيا حارة تسليك سيلك ترجع للبيت الكهرباء طافية وهمين حارة تسليك سيلك ما هي إلا بداية الصيف وأولى موجات الحر فما هو قادم من أشهر تكون درجات الحرارة أشد وأعلى فقد تتجاوز الخمسين بالمئة وصولا إلى ستين واجب هنا مضاعفة ساعة تشغيل الطاقة لتخفيف الضغطيه عن العراقيين من العاصمة بغداد محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر